أشعلت الكلمة النارية لمبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق هنس بلاسخار تمام مجلس الأمن الدولي جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعية وعدها بعض المتخصصين إعلاناً أممياً بإخفاق القادة السياسيين في إدارة البلاد وتعليقاً على ذلك قد البحث السياسي فراس الياس عبر حسابه على تويتر إن الإحاطة التي تقدمت بها بلاسخارت تبثل وليلاً أممياً واضحاً بتحول العراق إلى دولة فاشلة يتحكم فيها زعماء السلاح ولغة الحوار فيها الدبلوماسية الصواريخ وقال الكاتب الصحفي فلاح المشعل أن بلاسخارت حددت الواقع العراقي وأزمته الضاغطة لدرجة الانفجار فيما رأى الباحث حيدر البرزنجي أن استبدال بلاسخارت بات واجباً وطنياً وضرورياً كونها جزءاً أساسياً مما يحصل في الواقع السياسي المتأزم ترجمة نانسي قنقر